اشتركوا في القناة تضغط على سرع ويأتيك رسالة زد الإنتاج وزي ما انت شايف تحت تستخدم مني 25 لؤلؤ ويصير الإنتاج أربع أضعاف السرعة فزي ما انت شايف تحت تلاحظ الفرق بين الإنتاج العادي نفس الجندي والإنتاج المسرع المسرع دائم يأتيك تحت الأخضر سواء كان إنتاج الموارد أو إنتاج الجنود الجنود نفس الفكرة شوف أربع أضعاف السرعة خلال 45 دقيقة يأخذ منك مجموعة من اللؤلؤ يطلع لك إياها لاحظ الفرق كبير في الإنتاج يعني اللي تحت أخضر هذا اللي هو المسرع والثاني اللي هو الإنتاج الطبيعي السرعة الإنتاج الطبيعية الحين بشرح لكم الجنود كل جندي وش يسوي بالضبط على إيش يهجم لو تلاحظ عندنا عشرة نواع من الجنود العشرة هذه يعني كثيرة فما رح يبدين نسويها في فيديو واحد غير كذا تحتاج لك تطور له ساحة التدريب بشرح اليوم أول خمسة وبعدين نطور ساحة التدريب ونشرح لخمسة الثانين أول جندي عندنا اللي هو الفدائي الفدائي اللي هو مكتوب تحت يتسم الفدائي بالشجاعة والولاء الشديد ويهاجم مقابل سعر مناسب إلا يتم تدمير كل شيء الفدائي باختصاره إيش يسوي يروح يهجم على أقرب نقطة عنده ما يهمه وشه أي شيء قدامه يدمره يهجم عليه إلين يتدمر يهجم على موارد يهجم على الدفاع يهجم على المبنى الرئيسي الهو الديوان يهجم على أي شيء قدامه إلين يتدمر ما عنده هدف محدد أقرب هدف هو الهدف بالنسبة له لو تلاحظينه في الفيديو نزلت عند أكثر من منطقة نزلت عنده دفاع عند موارد عند أي شيء موجود عندك في الخريطة يهجم عليه أقرب نقطة له يهجم عليها النوع الثاني من الجنود اللي هو رامي السهام يشبه الفدائي من أحيث أنه يهجم على أي هدف لكن اللي ميزة عن الفدائي أنه يهجم من مسافة يعني ما يحتاج أن يكون قريب بلاصق في الهدف الفدائي كان لازم يكون جنب الهدف على طول لكن رامي السهام يقدر يرمي من مسافة هالشي راح يفيدك من ناحية أنك تكون بعيدة عن الدفاعات أحيانا وغير كذا أنك تقدر ترمي من وراء السور لو فيه سور قدامك تقدر ترمي من وراء زي ما تلاحظ الآن في الهجوم قاعد أرمي على الدفاع من وراء السور لكن اللي هو الفدائي ما راح يقدر يتعدى لازم يدمر السور عشان يقدر يوصل للهدف اللي يبغي يضربه ولو تلاحظ بعد ما دمر له قادفة الرماح توجهه للخزينة الذهب فما كان عنده مشكلة في السور أبدا راح يدمر الهدف الثاني الأقرب بالنسبة له النوع الثالث من الجنود اللي هو السلوكي الكلب السلوكي هذا يتميز أنه ما يهجم إلا على الموارد هذا متخصص بالموارد لكن لو قدامه سور راح يدمر السور يحاول يدمر السور بعدين يوصل للموارد الموجودة إذا فيه أي إنتاج مثلا خزينة الذهب موجودة برسور راح يهجم عليها أول شي بيترك أي شي ثاني بيروح على طول اللي هو الموارد اللي ميزة عن اللي هو رامي السهام ولا عن الفداعي إنه يروح للموارد يترك أي شي ثاني موجود في الخريطة وغير كذا اللي هو الأضرار اللي يسببها للمبنى حق الموارد مضاعف يعني لو قلنا عندنا اثنين فداعيين راح يعطونك نتيجة اللي هو واحد سلوقي السلوقي الواحد الهجوم حقه مضاعف ضرب اثنين كاتبين لك إياها ولأنه أصلا متخصص بس في الموارد حاول لما تجي تنزل في الخريطة أو في القرية نزل جهة الموارد للكلو نزلت في الجهة الثانية البعيدة عن الموارد بيأخذ لفة لما يوصل للموارد وما عنده أولوية محددة مثلا يهجم على الماء ويترك الذهب ويترك الماء أقرب إنتاج للموارد أو المخزل للموارد راح يهجم عليه راح يدور على أقرب نقطة بالنسبة له النوع الرابع من الجنود عندنا اللي هو العملاق العملاق يسميهم بقية الجنود بالهائجين لأنهم يهاجمون كالمجانين العملاق شي رهيب العملاق يترك لك أي شي موجود في الخريطة عندك أي شي موجود عند العدو ويروح للدفاع يترك كل شي ويروح للدفاع إلا إذا كان قدامه سور إذا قدامه سور يضطر أن يدمر السور بعدين يوصل للدفاع أي شي من أنواع الدفاع اللي عنده قاذفة رماح اللي هو عنده اللي هو كرامية السهام أي نوع من أنواع الدفاع يترك كل شي ثاني لو تلاحظ جنبك هنا فيه مخزن ذهب تركوه وراحوا على طول للدفاع يدمرون كل الدفاعات بعدين يروحون للأهداف الثانية الموجودة في الخريطة لكن ما يقدر يهجم على أي شي موجود في الخريطة إلا إذا دمر كل الدفاعات الموجودة النوع الخامس اللي عندنا هو الجربوع لا يغرق ترى كذا شكلها مرة كيوت وحبوب وطيب ترى أقشر مرة أقشر الجربوع يترك أي شي موجود في الخريطة ويروح على طول للجدار للسور يحاول يفجر فيينتفخ وينفجر يعني هذا الجربوع انتحاري مرة بما أن الجربوع متخصص في الجدران فلو تلاحظ عندك الهدف المفضل للجدران والأضرار ضرب أربعين يعني أربعين ضعف من الكمية الأضرار الممكن يسببها الجربوع الواحد يروح للجدران يترك أي شي موجود عندك يروح للجدران وميستنى سريع مرة فتح لك الطريق يفتح طريق مثلا عندك العمالي قد توصلهم فأحسن حال أنك تفتح الجدران بدل من أن تترك الجنود يكسرون الجدار في الوقت يهاجمونهم الدفاعات وبكذا أكون خلص شرح الجزء الأول من الجنود إن شاء الله يكون عجبك الفيديو الجزء الثاني إن شاء الله رح ينزل أول ما أخلص من تطوير ساحة الجنود أشرح لك الخمس الجنود الباقين أتمنى أن يكون عجبك الفيديو وأتمنى أنك تزور روابطة تحت في الديسكريبشن